السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في الاختبار الثاني من سلسلة اختبر ذكائك دائما على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري الاختبار الثاني التعرف على بعض الأسماء أسماء الذكور سنتعرف جميعا على أسماء ذكور انطلاقا من صور زائد حروف هذا الاختبار رائع جدا ومسلي لنرى قوة ذكائك قدرتك على التحدي وتركيزك في الاختبار إذا تجاوزت كل المراحل بنجاح فأنت شخص ذكي وعبقري والآن قبل أن يبدأ الاختبار أذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصلوا بكل جديد لنبدأ الآن يا أصدقائي المرحلة الأولى خمّن اسم هذا الولد ما اسم هذا الولد؟ حرف السين زائد حرف العين زائد صورة اليد ما هو الجواب في نظركم؟ لديكم عشرة ثوانين واحد اتنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الجواب هو سعيد الجواب هو سعيد الجواب هو سعيد السين زائد العين زائد صورة اليد سعيد هو الجواب الصحيح إذن سعيد هو اسم ذكر أو اسم ولد المرحلة الثانية خمّن اسم هذا الولد حرف الميم زائد الألف ما زائد صورة القط أو الهر إذن ما هو الجواب الصحيح أو ما هو اسم هذا الولد؟ لديكم عشرة ثواني واحد اتنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن الجواب هو ماهر الجواب هو ماهر اسم ولد ماهر مكون من حرف الميم زائد المد ما زائد صورة الهر ماهر الآن المرحلة الثالثة خمّن اسم هذا الولد حرف الجيم زائد صورة النقود حرف الجيم زائد صورة النقود أو المال إذن ما هو الجواب الصحيح؟ لديكم كذلك عشرة ثواني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إذن الجواب هو جمال الجواب هو جمال جمال اسم ولد مكون من حرف الج زائد صورة المال مال جمال الآن المرحلة الرابعة خم اسم هذا الولد الواو زائد السين زائد صورة توضح الأم ما هو اسم هذا الولد في نظركم ما هو الجواب الصحيح في نظركم يا أصدقائي لديكم عشرة ثواني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر الجواب الصحيح هو وسام الجواب الصحيح هو وسام وسام هو اسم ولد مكون من الواوي زائد السين زائد صورة الأم وسام الآن المرحلة الخامسة والأخيرة خم اسم هذا الولد الاسم مكون من حرف الألف زائد الميم زائد صورة توضح صورة الجد إذن ما هو الجواب الصحيح في نظركم يا أصدقائي لديكم كذلك عشرة ثواني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إذن الجواب الصحيح هو اسم أمجد أمجد اسم ولد مكون من الألف والميم زائد صورة الجد تساوي أمجد إذن أمجد ولد أو ذكر إذن وبهذا نكون قد انتهينا من الخمسة مراحل إذن كم عدد أجوبتك الصحيحة؟ شاركوني نتيجتكم في التعاليق لمزيد من الاختبارات الممتعة شارك الفيديو مع أصدقائك وشكرا أذكركم بالتفاعل مع قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري لمزيد من الاختبارات الرائعة والممتعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا